بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة و السلام الأتمان الأكملان على النبي الهاشمي الأمين و على آله الطيبين الطاهرين و صحبه الكرام أجمعين حياكم الله متابعي برنامج قواعد القرآن الكريم من قواعد القرآن الكريم ذكر الله عز وجل أهمية الدعاء و ضرورته و أن الإنسان لا يستغني بحال من الأحوال عن مولاه سبحانه و تعالى بل إن الإنسان مفتقر و محتاج دائما أن يكون بمعية مباركة و توفيق من الله سبحانه و تعالى لذلك قال الله عز وجل في غافر و قال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري سمى الله عز وجل الدعاء عبادة لذلك ورد في الحديث قال النبي صلى الله عليه و سلم الدعاء هو العبادة فمن أراد التوفيق لابد له من ملازمة الدعاء و الداعي إلى الله عز وجل كما ذكر ذلك الشيخ بن سعدي رحمة الله عليه يكون في دعائه بين أمرين مهمين جليلين عظيمين و ضربين من الدعاء هناك دعاء مسألة و دعاء و تعظيم لله سبحانه و تعالى بمعنى أن الإنسان ممكن يرفع يديه إلى الله سبحانه و تعالى و يدعو الله عز وجل فقط يحمده و يثني عليه و يذكره سبحانه و تعالى دون أن يطلب منه شيء هذا النوع الأول و النوع الثاني دعاء الطلب أنه يطلب من الله ماذا يريد و ماذا يحب و ماذا يشتهي في مستقبله و قادم أيامه سبحانه و تعالى و الأعظم من ذلك أن الدعاء أنك تطلب من الله عز وجل ممكن الأشياء المستحيلة و كثير ممن دعا الله عز وجل أعطاه سبحانه و تعالى حتى ملأ عليه الدنيا كلها لأن العطاء من الله عز وجل و من تأمل حال الأنبياء كيف أنهم قد لجأوا إلى الله عز وجل في جميع شؤونهم بالدعاء و التضرع إليه سبحانه و تعالى يعلم تمام اليقين أن الدعاء إنما هو سلاح لك أيها المؤمن و إنما هو ملاذ لك و إنه عبادة عظيمة تؤديها بانكسار بين يدي الله سبحانه و تعالى و تبيل الله عز وجل عظيم افتقارك إليه و احتياجك له سبحانه و تعالى و أنك مهما بلقت في هذه الدنيا من منزلها و مكانها تبقى عند الله عز وجل كسير بين يديه سبحانه و تعالى منطرح بين يديه سبحانه و تعالى في مقام أنت تكون فيه من العظماء لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ظل يدعو الله عز وجل حتى رفع يديه و كان الصديق من خلفه يرفع عليه عباءته يقول إن الله منجز ما وعدك يا رسول الله يعني يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الانكسار بين يدي الله سبحانه و تعالى لعظيم يقينه عليه الصلاة و السلام أن الله منجز له ما وعده عليه الصلاة و السلام فلذلك الدعاء ثمرات مضمونة و آثار واضحة و يحتاج مننا إلى مزيد يقين و إيمان تام أننا إذا رفعنا أيدينا إلى الله سبحانه و تعالى دعاء و حبا و تضرعا له سبحانه و تعالى لا يمكن أن يردها صفرا خاويا لأنك رفعت يديك إلى الكريم سبحانه و تعالى الذي سيعطيك عطاء من لا يعني عطاء الله عز وجل حظيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون ما أنزل الله عز وجل من رزق منذ أن خلقت السماوات و الأرض إلى آخر هذه الدنيا كما يأخذ أحدكم إبرة فيغطها في البحر و يخرجها ثم أنظر إلى البحر هل نقص منه شيء؟ هكذا تنقص خزائن الله عز وجل إذا أنت دعوت و الله لن تنقص أو كما قال صلى الله عليه و سلم خزائنه ملأ سبحانه و تعالى لا يضره شيء سحاء ليل و النهار سبحانه و تعالى فنسأل الله عز وجل أن يعطينا و إياكم من فضله فاصل و نواصل بعد ذلك حياكم الله متابعين الكرام و مرة أخرى الدعاء سلاح لك في سؤال الله عز وجل الثبات و كذلك فرصة لك في دفع البلاء فإن الله عز وجل يدفع البلاء بالدعاء و لا يزال البلاء نازل و الدعاء صاعد فيتعالج في السماء يدفع هذا هذا فيدفع الله عز وجل عنك كثير من الشر بفضل هذا الدعاء و أنا داعي إلى الله عز وجل فإنه يكون في ثلاث مقامات أما أن يستجاب له مباشرة و أما أن يصرف الله عز وجل عنه بقدر دعائه من الشر و إما أن يدخره الله عز وجل له يوم القيامة يوم لا ينفع ماله و لا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فيعوضه الله عز وجل عن هذا الدعاء العظيم بعطاء منه جزيل سبحانه و تعالى لذلك لما برزوا لجالوته و جنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا و ثبت أقدامنا و انصرنا عن القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله خل يكون عندك هذا اليقين مثل ما كان هذا اليقين عند أولاك الذين ظلموا بغير حق و ضاعت حقوقهم و لكن الله عز وجل على نصرهم لقدير فمن كان في يعني تعب من هذه الدنيا و تكالبت عليه الهموم و الغموم و الأحزان و ظلم في مواطن كثيرة نقول لا تيأس من روح الله و كما قال يعقوب لأبنائه قال يا بني اذهبوا و تحسسوا من يوسف و أخيه شوفوا القاعدة و لا تيأسوا من روح الله إنه لا يأسوا من روح الله إلا منه إلا القوم الكافرون و حاشا أن تكون أنت منهم أحذر أن تكون من الذين يظنون بالله عز وجل ظن السوء فإن أحسان الظن دليل على حسن عبادة عند العبد و دليل على صفاء القلب انتبه أن تسيء الظن بالله سبحانه و تعالى بعض الناس يقول يقول يا معود أنا دعيت و عيست ما استجاب لي أعوذ بالله من هذا الكلام لا انتبه لكلماتك لأن موانع الدعاء كثيرة من موانع الدعاء أكل أموال الناس بالباطل و أكل الحرام و كذلك عدم الاهتمام و الالتفات إلى آداب الدعاء و شروطه و أحكامه و ذكر النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الرجل يطيل للسفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يا الله يا الله يا الله قال و ما شربه حرام و ما أكله حرام و غذي بالحرام فأنا يستجاب له اليوم راقب أموالك أنت هل في بنوك ربوية و لا بنوك سلامية مطعمك حلال و لا مطعمك حرام ترى هذا و الله دليل عظيم على إجابة الدعاء أو منعه قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم لواحد من الصحابة أطب مطعمك تجب دعوتك شوف القاعدة إذا كان المطعم طيب حلال فإن الله عز و جل يجعل الإجابة سريعة جدا و في موسم الدعاء و موسم الدعاء و أوقاته أوقات كثيرة أنا أدري الوقت ما يسعفناه و لكن إضاءات سريعة يحرص الإنسان على الثلف الأخير من الليل بين الأذان و الإقامة قبيل الإفطار إذا كان صائما في يوم الأثنين و الخميس و كذلك في الساعة الأخيرة في يوم الجمعة و في الثلث الأخير من الليل في السحر حين يتنزل الله عز و جل نزولا يليق بجلال وجهه و عظيم سلطانه فيقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه إذا تعرضت لمثل هذه النفحات و صار قلبك متعلق برب الأرض و السماوات و كنت قريبا إلى الله عز و جل مبتعدا عن الملهيات و الملذات فهنيئا لك و استمر سيكتب الله لك أجرا عظيمة و ستكون بإذن الله ممن استجاب دعوتهم أراكم على خير في حلقات قادمة و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة